أنيميا هجوم الجهاز المناعي على خلايا الدم الحمراء إمين هيمولاتيك أنيميا يعتبر الجهاز المناعي بمثابة جيش وظيفته الدفاع عن الجسم ضد أي مواد أجنبية أو خطرة وعلى الرغم من امتلاك أنسجة الجسم مستددات أيضاً ولكن الجهاز المناعي لا يتفاعل إلا مع مستددات المواد الغريبة أو الخطرة ولكن قد يتعطل الجهاز المناعي في بعض الأحيان فيتعرف على بعض أنسجة الجسم على أنها أجسام أجنبية ويقوم بإنتاج الأجسام المضادة الذاتية أو الخلايا المناعية التي تستهدف وتهاجم تلك الأنسجة حيث يبدأ الجسم في تكوين أجسام مضادة لمولدات المضادات أنتجينز والموجودة على سطح كرة الدم الحمراء غير السليمة وهذه الأجسام المضادة من النوعين IGM و IGG يمكن التفريق بينهما بناء على درجة الحرارة التي تتفاعل عندها هذه الأجسام مع مولدات المضادات فالأجسام من النوع IGG تتفاعل مع مولدات المضادات في درجة حرارة 37 مئوية أما النوع IGM فتفاعل عند درجات حرارة أقل من 37 مئوية والآن كيف تجري عملية تكسير كرات الدم الحمراء يلتصق الجسم المضاد IGG بسطح كرة الدم الحمراء فيسهل ذلك من التصاقها بمستقبل موجود على سطح الخلية البالعة فيبتلعها وقد يسبب التصاق الجسم المضاد بكرة الدم الحمراء ليحدث تغييراً أو تشويهاً في شكلها فيتم حجزها في الطحال على أنها غير سليمة وكذلك ينشط المركب البروتيني المكمل الذي يقوم بدوره في تكسير كرات الدم الحمراء ومن أهم الأسباب المناعية لحدوث الأنيميا هي عدم توافق فصائل الدم تناول بعض الأدوية التي تسبب تكسيراً في كرات الدم الحمراء بعض الأمراض الوراثية مثل أنيميا الفول والتي تسبب نقص إنزيم معين في جدار كرة الدم الحمراء ما يؤدي إلى تكسير هذه الكرات إذا تناول المريض فولاً أو خلافة كما يحدث تكسير لكرات الدم الحمراء في بعض أمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل الذئبة الحمراء أما بالنسبة للأعراض فتتمثل فيما يلي ضيق التنفس تسارع نبضات القلب آلم في البطن والصدر فشل القلب الاحتقاني تغير لون البول إصفرار لون البشرة وبياض العيون اليرقان الحم الصداع الدوار تضخم الطحال ضعف العضلات